لا يوجد شيء مميز ينزل نظريات و توقعات و مدري إيش أتوقع والله ألا منه برضه حتى ينزل القصص فلما أنا محتوى حلو هوية برضه حلوة رايقة من ناحية المونتاج كويس لكن يعني ابتدائي أعرف يعني هو جيد بس ما في حركات ما في كذا أعرف يا سموكي من بين الأربعمية و سبعة و ثمانين فيديو اللي موجودين على القناة اختاريت أسوأ واحد فيهم بالمونتاج حرفيا قناتي موجودة من أكثر من خمس سنوات و شفت منها مقطعين بس أنا من أول ما شفت الفيديو تابعي سموكي و حدس اليوتيوبر يشتغل عندي قال لي أحمد هذه هي جدتك أخيرا هذه فرصتك الذهبية نزل عن موضوعه هاتك يا مشاهدات أتوقع واضح للكل بأنه سموكي ما شف إلا مقطع بايز و مقطع ثاني من قناة لوت لاحظوني أنه ما في قطوط حمرة تابع المشاهدة و طبعا الشي هذا مو بس معايا مثل ما تشوفون حتى بلوم يعني تابع له مقطعين فهنا أشوف أول غلطة سواها سموكي أنه قيم بعض اليوتيوبر بدون ما يشوف المقاطع تابعتهم هو نفسه قال قال بأنه ما شاف مقاطع كثيرة لليوتيوبر وهذا شي غلط يعني كان يقدر مثلا أنه ينتظر يومين ما ينزل المقطع يشوف قنوات هذول اليوتيوبر يتعرف عليها وبعد ما يشوف قنواتهم وفيديوهاتهم الحلوة وفيديوهاتهم اللي يكون المونتاج فيها ضعيف ويتكلم ويقول زي كذا وينتقد أما أنه يشوف فيديوهات قليلة من بعض اليوتيوبر وفيديوهات كثيرة من اليوتيوبر ثانين فصراحة أشوف هذا الشي مرة غلط يعني إذا تروحون على قناة تشوفون أني منزل 487 فيديو حرفيا أنا اليوتيوبر من خمس سنوات هل يعقل بالخمس سنوات هذه كلها وال487 فيديو سموكي شاف فيديوهين بس وقرر أنه يقيمني بالتقييم فصراحة أنا شوف أنه هذا الشي خطأ لأنه بعض اليوتيوبر شوف لهم فيديوهات كثيرة والبعض لا فأكيد أنه كذا شوفت فيديوهات كثيرة للشخص راح تعرف عنه أشياء أكثر وشوفوا الإدد تبعه أما أنا اختاروا المقطع هذا تبع بايزو اللي كان حرفيا سويته على سريع تسليك بس عشان ننزل الشرح سريع حتى أني من أقدم اليوتيوبر فيه قنشن إذا ما كنت أقدمهم يعني أنا حرفيا لعبت اللعبة في تاريخ 28 سبتمبر وهو تاريخ نزول اللعبة يعني أنا ألعاب اللعبة من أول يوم وتقدر تعرف هذا الشي حلق قنشن إمباكت واختار قائمة الشخصيات وروح شوف أمبر التاريخ اللي حصلت فيه أمبر هو تاريخ بدايتك في اللعبة لأنك تحصلها من أول يوم فأنا حرفيا ألعاب اللعبة من أول يوم ومنزل 487 مقطع اليوتيوبر من خمس سنوات وسموكي شاف فيديوين بس لو كي شاف فيديوهات المونتاج تبعها كويس كان أهوان بس شاف فيديو بايزو اللي يعتبر من أكثر فيديوهات تسليك بقناتي فصراحة أشوف أنه هذا الخطأ الوحيد لسواه سموكي غير كذا فصراحة قال رأيه باحترام يعني ما غلط على أي أحد فإذا جينا نشوف هذا الفيديو مثلا تروني إيش أحسن شي في بليد بأنه يستخدم كود RDH في متجر عزوز ستور بليد قال بين الأسعارت بالمتجر مرة كويس وتعاملهم سريع ومتجر ما وثوقش حلك بالآي دي ولما استخدم كود RDH خصم له زيادة من السعر وقال لي لي أنه رابط هذا المتجر حيكون موجود تحت في الوصف وفي أول تعليق ما أتوقع في طريقة للإعلان أحسن من كذا مثل ما شفت أخوان بعد ما ذكر كل المميزات تبعتي وإني أنزل قصص ونظريات وشروحات وزي كذا حطني هنا بالتقييم اللي هو محتوى حلو فالعيب الوحيد اللي تلاحظونه أنه ذكروا قال المونتاج لو نيجي نشوف هنا بنهاية التيرلس يا أخوان دقيقة هو قال التقييم رح يعتمد على الاستمرارية والمونتاج والمحتوى ومثل ما تشوفون اليوتيوبرز اللي فوق كلهم ساحبين على اللعبة ما عدا زيفيرس وهي ثم هما الوحيدين ينزلون بشكل مستمر فمثلا يا أخوان هو قال بأنه زيفيرس حطوا بالمحتوى الأسطوري والسبب بأنه المونتاج تبعه كويس وزي كذا وأكيد ما أقصده أنه زيفيرس ما يعرف منتج ولا شيء لا هو بنفسه قال بأنه يكره المونتاج وما ألومه صراحة يعني مين يستمتع بأنه يقوى الثمان ساعات كل يوم يسمع كلامه ويقوى لسوي إيدته قصة تكليجات يحط منتاجه وأشياء كثير يعني إذا تيدي تعرف هذا الشعور جرب إرسل فويس أو رسالة صوتية بالواتس آب واسمعها ثلاث مرات رح يجي لك صراح فمثل ما تشوفون زيفيرس أنا تقريبا مختم قناته وتابعت له فيديوهات مرة كثير وهو أصم من زمان نزل تصويت يسأل فيه المتابعين قالوا لهم هل تبغوني أسوي محتوى أني أنزل فيديو كل شهر ويكون إيدت مرة رهيب مثل سانتا شخص السنادة ولا تريدون أنزل فيديوهات بشكل مستمر وتكون بمونتاج بسيط فالأغلبية اختاروا أنه يسوي مونتاج سبونج بو وينزلها بشكل مستمر على أنه يقطع فهنا الشي الثاني يريد أتكلم عنه يا أخوان وأنا إلى الآن مستغرب كيف زيفيرس أكثر واحد زعلان مع أنه على واحد بالتقييم وأكيد ما ينفع نقارن مقطع سواء يوتيوبر واشتغل عليه شهرين مثل مقطع سكارمو اشتبع سندة بمقطع يوتيوبر آخر اشتغل عليه وسواله إدت يوم أو يومين فأكيد اللي اشتغلت عليه لمدة شهر رح يكون أفضل لأنك أنت حطيت كل تعبك فيه خلونا هسا نتكلم شوي عن التيرلت فمثلا عندنا أبو خميس طبعا أبو خميس أنا أعرفه من زمان تقريبا من ثلاث سنوات كنت ألعب ديستيني هو كان ينزل عن ديستيني وكنت تابع فيديوهات بشكل مستمر صراحة أن أبو خميس كان ينزل مثل زيفيرس ما كأكى هو بنفسه كان يقول ما أحب أسوي إدت لأنه كان ينزل أخبار كثيرة لديستيني وحتف نفس الشي مع قنشن الإدت تابعه كان حلو بس كان ينزل فيديوهات سريع في قانون لازم تعرفه باليوتيوب بذا تريد تنزل فيديوهات بشكل مستمر وبسرعة ما تقدر تسوي إدت يعني هذا الشي رح يهلكك مستحيل تقعد كل يوم ثمان ساعات تسوي إدت الفيديو وتخليه كذا ويمين يسار وحركات لا الشي هذا مرة صعب فمثل ما قلت أبو خميس كان ينزل فيديوهات مثل هاكو بس لو نشوف هنا بالتيرلس تحت مثلا هاكو يعني اثنين هم ينزلون فيديوهات سريعة وهم أصلا الأسلوب تابعهم أنه ما يريدون يسوون الإدت تابع أبو فلا وزي كذا حركاتي مين يسار لا هذا هو أسلوبه فأبو خميس الآن ترك اليوتيوب وترك قنشن أحب العالمين ووفقوا وقدروا أنه يشتغل بشركة محترمة طبعا أنا شفت له هذا الشي على الإستجرام ولو نشوف هنا انه هاكو نزله على التيرلس تلي تحت فهنا صراحة أشوف الغلط بهذا التيرلس بأنه رح يظلم اليوتيوبر حتى لو قالوا أنه عادي إذا جاء واحد من اللاعبين جدد بقنشن وأغلب اللاعبين الآن يتابعون اليوتيوب هم اللاعبين جدد رح يشوف هذا التيرلس يقول أوكي أنا ريد أتابع اليوتيوبر معي لأنهم مرة كثيرين إذا شاف هذول اليوتيوبر موجودين تحت فرح يقول هذول اليوتيوبر سحسوا مكويسين فأكيد رح يتابع اليوتيوبر اللي فوق وغير كذا صراحة أنا شوف سموكي يعني ما غلط على أحد ولا قلل أبدا من شأن أي أحد ومثل ما قلنا أنه احنا كلنا جاسين نضقطق مع بعض يعني وأنا شوف السبب الأساسي بكل هذه المشكلة هي هويو بيرس أنا ما عرف ليش كل المشاكل في حياتي سبب هاي الشركة المتخلفة شايفين قلة المحتوى إيش تسوي صرنا نطلع محتوى من بعض فلا حد يأخذ هذا المقطع بجدية يا أخوان أو أي مقطع من المقاطعين يزول اليوتيوبر لأنه احنا كلنا قاعدين نمزح مع بعض وأصلا في نهاية الأمر كل جمهور نهم جمهور واحد وحاب أشكر سموكي لأنه سووا هذا الدراما لأنه أخيرا أعطانا محتوى